فصيلة اخرى مهمة اللي هي البي بلوت جروب سيستم دي اكتشفها لاندشتاينر وليفن سنة 27 ولاندشتاينر كان دايما بيشتغل مع ناس كان تيم ويرك على طول وبياخد بيفتشف فصائل جديدة كل شوية وزي ما قلنا خد جهزة نوبل سنة 1930 اكتشف ان فيه فصيلة اسمها بي بلوت جروب سيستم يعني فيه بي انتيجن وفيه انتي بي انتيبوتس واكتشف ان الانتي بي انتيبوتس ده خطير جدا لانه ممكن يعملنا كزا حاجة ممكن يعملنا اموليتك ترانس فيوشن ري اكشن ممكن يعملنا اجهاضات متكررة اكتشف ان الانتي بي ده اوتو انتيبوتس بيتفاعل مع الريتسل انتيجنز وبيعمل لي اجليتونيشن زي ما تشايفين كده معايا اللي هو يتجمع عليه خلايا الاربسيس واضحة جدا طيب ايه بقى الفكرة بقتت انها ممكن تعمل لي زي ما قلنا تقفل لي بلوت سبلاي اللي واصل للجنين وتعمل لي اجهاض للجنين فاكتشفوا ان الامهات دول عندهم هابيت والابورشي اجهاضات متكررة سموا الانتيبوتس الانتيبوتس دونث لاندشتاينر انتيبوتس اواتو بي انتيبوتس دونث لاندشتاينر انتيبوتس وسموا المرض نفسه الديسيز نفسه باروكسزمال كولد هيم اجليتونين نوبات تحصل في البارد هيم اجليتونين ان الدم بتجمع مع بعضه زي ما تشايفين كده وبعد كده الدم يبتكسر وينزل الهيموجلوبين في اليورن يبقى الكولد اجلوتينين ديسيز ده زي ما بيعمل اجهادات متكررة بيعمل مشاكل خطيرة جدا المشاكل الخطير دي انه ممكن يقفل اللي واصل للصوابع او للقدم وممكن يعمل لي حاجة اسمها الجنجرين اللي هي الحاجة السودة اللي نحن شايفينها دي غرغرينة ويحتاج المريض في الحالة دي انه يتعمل له حاجة اسمها امبوتيشن وإلا ينتشر اللي هو الغرغرينة دي وتأثر على مريض وممكن تموت المريض طيب ان احنا نتشف المرض ده سهل جدا يعني مجرد ان نتاخد العينة بتاعت الدم في امبوبة تلاقي على طول على جدار الامبوبة الاجلوتينيشن واضح في الروم تيمبريتشر يعني ده كولد اجلوتينين لو فردنا فيلم هنلاقي الاجلوتينيشن واضح للارباسيس